اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا اليوم حول الحديث الثالث من باب الكون والمكان من كتاب الكافي الشريف وهذا الحديث يتضمن سؤالاً عن المكان والزمان لله سبحانه وتعالى فينفي الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر ينفي دخول الله في الزمان والمكان ويبين لذلك الأدلة وهذا الحديث يتكون من مقاطع ثلاث المقطع الأول في نفي الزمان عنه وذلك عبر نفي كل شيء يستوجب دخوله في الزمان المقطع الثاني نفي تغير ذاته لما خلق المخلوقات فذاته لم تتغير سواء قبل خلق المخلوقات أو بعد خلقها أو بعد إحلاكها وأما المقطع الثالث فهو النتيجة لما سبق حيث إن الله سبحانه وتعالى ليس داخلاً في الزمان ولا في المكان ولا تتغير ذاته إطلاقاً فلذلك السؤال عن الزمان وعن المكان في الله سبحانه وتعالى سؤال خاطئ من أصله فهو سؤال يتضمن خطأ منهجية وأما الحديث فهو جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر فقال له أخبرني عن ربك متى كان أخبرني عن ربك ولم يقل أخبرني عن ربنا أو لم يقل أخبرني عن ربي ولعل الرجل كان ملحداً أو الرجل كان مجسماً لا يعتقد بتوحيد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على كل حال ليس المهم الشخص السائل وإنما المهم جوابه سؤاله فقال عليه السلام وَيْلَكَ وَيْلَكْ وَلَكَوْدِهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ كَذَلِكَ بأن لَمْ يَكُنْ من باب القصور في العبارة وإلا الله سبحانه وتعالى هو خارج عن الزمان فَكَانَ وَيَكُونُ وَكَائِنُ لا مَعْنَى لَهَا بِالنِّسْبَةِ إلى الله سبحانه وتعالى فيجب تجريد هذه الكلمات عن المعنى الزماني التي فيها لأن الصحيح أن الأفعال الفعل الماضي والمضارع والفعل المستقبل وضعت للدلالة على الزمان أيضا كما تدل على الحدث عندما نقول نصر علي محمدا مثلا فهذا بمعنى تحقق النصرة في الزمن الماضي وعندما نقول ينصر زيد عمران الآن بمعنى تحقق النصرة في الزمان الحاضر وهكذا بالنسبة إلى الزمان المستقبل لكن الله سبحانه وتعالى هو خارج عن الزمان فالتعبير بكان ويكون مثلا سواء يكون الحالية أو يكون الاستقبالية فإنما هو لأجل قصور في اللغة وكما ذكرنا فيما مضى فإن الناس يضعون الألفاظ لما يألفونه من معاني وأما المعاني التي لا يألفونها فإنهم لا يضعون لها الفاظ ولو في يوم من الأيام تحققت تلك المعاني في حياتهم فإما يستعيرون ألفاظ من اللغات الأخرى أو أنهم يستعملون ألفاظ مستعملة في لغتهم بشكل مجازي أو يستعملون بشكل حقيقي لكن إرادتهم الجدية بالمعنى الجديد والفعل الماضي وضع للدلالة على وقوع الحدث في الزمن الماضي فيكون الزمن جزء مدلول الفعل الماضي فاستعمال هذه الأفعال في الله سبحانه وتعالى مع أن الله سبحانه وتعالى هو خارج عن الزمان ليس استعمالا مجازيا حتى يقال إنا لا نجد مجازية في استعمال هذه الكلمات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وإنما هو استعمال للمعنى الحقيقي ولكن الذين ما كانوا يلتفتون إلى هذه الدقائق المعرفية من المعارف الإلهية كانوا يستعملونه بالمعنى الحقيقي سواء بالإرادة الاستعمالية أم بالإرادة الجدية ولكن الذين يلتفتون وكانوا ملتفتين إلى هذه المعارف الدقيقة فيستعملونه بنفس المعنى ولكن بالإرادة الاستعمالية لا بالإرادة الجدية وعلى كل حال فعندما نقول كان الله سبحانه وتعالى مرادنا أن وجوده متحقق خارج عن الزمان وليس له بداية كان الله ولم يكن معه شيء لذا الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إن ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل يعني وهو هكذا الآن في زماننا هو خارج عن الزمان لكن وجوده لم يتغير بتغير الأزمان بالنسبة لنا نحن في الزمان لا أن الله في الزمان يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الزمان وبعد أن خلق الزمان وفي تغير الزمان الزمان يتغير بالنسبة إلى الزمانيات بالنسبة إلينا بالنسبة إلى الأجسام لا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتغير الله قبل خلقه الأشياء وبعد خلقه الأشياء وبعد إعدامه للأشياء وأهلاكه لها هو هو بدون أي تغير كان ولم يزل حياً بلا كيف يعني الله سبحانه وتعالى حياته ليست مغايرة لذاته نحن حياتنا مغايرة لذاتنا لذلك كنا أموات ثم الله سبحانه وتعالى أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا في يوم القيامة أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين لكن الله سبحانه وتعالى حياته ليست زائدة على ذاته بحيث تكون مغايرة للذات بحيث يمكن انفصال تلك الحياة عن ذاته فلا يحتمل في حقه أن يموت فهو الحي الذي لا يموت لأن حياته هي عين ذاته لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لم يزل كان ولم يزل حياً بلا كيف يعني بدون أن تكون هذه الحياة زائدة على ذاته وللكيف معنى آخر وهو الكيفيات النفسانية الحالات النفسانية يعني لا تعتريها الحالات النفسانية التي تعتري الإنسان الإنسان له حالات نفسانية هذه الحالات النفسانية توجب تغيراً في الإنسان نحن في حالة الغضب وفي حالة السرور وفي حالات أخرى حالة الخوف حالة الحزن هذه تغير يعرض على نفوسنا الله سبحانه وتعالى ليس له كيفيات نفسانية لأن هذه الكيفيات النفسانية هي من لوازم الإمكان ولا يعقل أن تكون من لوازم القديم الواجب سبحانه وتعالى لذلك الإمام يقول كان ولم يزل حيا بلا كيف ولم يكن له كان يعني بالعبارة الدقيقة استعمال كان بمعناها الحقيقي في الله سبحانه وتعالى غير مراد لأن كان فعل ماضي الزمان ضمن هذا الفعل لا كما يقول بعض الأصوليين بأن الفعل لا يدل على الزمان كلا الفعل يعني الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الحال يدل على الزمان والزمان مدلوله بالتضمن يدل على الحدث وعلى الزمان فلذلك كان هذه في الحقيقة استعمالها في الله سبحانه وتعالى حينما نقول كان الله من باب ضيق العبارة لأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يلتفتون إلى هذه المعارف الدقيقة وأن الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان وعن المكان فلما جاء القرآن وجاء الرسول ما استعمل رموز أو اصطلاحات وإنما استعمل اللسان العربي المبين مع توضيح وتبيين المعاني ولذلك كما ذكرنا فيما مضى من أسباب كثرة المتشابهات في القرآن الكريم هو أن القرآن استعمل نفس الأسلوب التي كان يستعملها العرب في لغتهم بلسان عربي مبين والله سبحانه وتعالى بيّن للرسول تلك المعاني والرسول بيّنها للأئمة والرسول والأئمة بيّنوها للناس أيضا لكن الضلال نشأ من انفصال الناس عن أهل البيت لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال وأنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض يعني القرآن وأهل البيت لا يفترقان لا يمكنك أن تفسر القرآن إلا بعد أن تراجع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويبينوا لك الآيات المتشابهة والآيات المحكمة وفي أحد الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وآله حينما قال وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض أشار بسبابتيه هكذا قال هكذا لا هكذا ليش لأنه السباب والوسطى أحدهما أطول من الأخرى الوسطى أطول من السباب الرسول أشار هكذا بمعنى أنهما متساويان لا يمكنك أن تتمسك بالقرآن إلا بعد أن تتمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولا يمكنك أن تتمسك بأهل البيت إلا بعد أن تتمسك بالقرآن بمعنى أنه ينبغي ويجب أن تتمسك بكليهما لذلك يقول ولم يكن له كانه بمعنى أنه استعمال كان في الله من باب ضيق العبارة فتكون عبارة متشابهة بحاجة إلى توضيح ولا إما عليهم الصلاة والسلام وضحوا المعنى المتشابه المراد في هذه الآية وفي هذه الكلمات وَلَا كَانَ لِكَوْنِهِ كَوْنٌ يعني الله سبحانه وتعالى ليس بحادث وجوده لا حدوث له وَلَا كَانَ لِكَوْنِهِ يعني لوجوده كون يعني حدوث الله سبحانه وتعالى ليس بحادث حتى تسأل متى حدث متى وجد لأن هذا السؤال إنما هو سؤال عن الأشياء التي لم تكن ثم كانت بعد ذلك الإمام يستدل ويقول كيف يكون لله زمان والحال أن ليس له مكان الله سبحانه وتعالى لا يحتويه مكان كما ذكرنا فيما مضى المكان بمعنى الحيز هو مخلوق لله سبحانه وتعالى وهل يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق وقبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى المكان لم يكن في حيز وبعد أن خلق المكان صار في حيز يعني احتاج إلى أن يخلق شيئا ليكون حيزا له كلا فالله سبحانه وتعالى هو الغني المكان إنما هو حاجة الأجسام الأجسام سواء من الأجسام اللطيفة أو الأجسام الكثيفة هذه الأجسام تحتاج إلى حيز إلى مكان توجد في ذلك المكان فالمكان من اللوازم غير المنفكة عن الأجسام والله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس بمحتاج والمكان مخلوق له فلا يعقل أن يكون في مكان بل الله سبحانه وتعالى هو المحيط بالمكان وهو المحيط بالزمان إحاطة علم وقدرة يعني داخل في علمه وداخل تحت قدرته فإذا لم يكن لله مكان فليس له زمان ذكرنا في الحلقة الماضية أن الزمان إنما هو نتيجة الحركة يعني الكرة الأرضية تتحرك الشمس تتحرك حول مركز المجرة المجرة تتحرك هذه الحركة هي التي تولد الزمان ولذلك إذا الحركة صارت أسرع الزمان يصير أسرع وإذا الحركة صارت أبطأ الزمان يصير أبطأ وإذا توقفت الحركة يتوقف الزمان وهذا الأمر أثبته العلم الحديث كما يقول أهل الاختصاص ونظرية النسبية لأنشتاين أيضا من مفرداتها هذه الحقيقة إذن فالدخول في الزمان والاحتياج إلى الزمان إنما هو فرع الدخول في المكان حتى يكون هناك حركة حتى تكون هناك زمان الله سبحانه وتعالى ليس في مكان بل هو خالق المكان فإذا لم يكن في مكان فمن الطبيعي والواضح أنه لا يكون في الزمان ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وَلَا كَانَ لَهُ أَيْنٌ وَلَا كَانَ فِي شَيْءٍ لأن المكان قد يكون بمعنى الأرض أو الشيء المسطح الذي يقف عليه الإنسان مثلا هذه الأرض مكان لأننا نقف عليها وقد يكون المكان بمعنى الحيز نقول هذه الغرفة مكان تواجدنا لماذا؟ لأن هذه الغرفة حيز فاحتوتنا زين في الفضاء صحيح لا توجد أرض مسطحة يقف عليها الإنسان لكن يوجد حيز الحيز الذي يحتوي الأشياء زين الله سبحانه وتعالى هل له حيز؟ الجواب كلا لأن الحيز هو مخلوق فإذا الله سبحانه وتعالى كان في حيز معنى ذلك احتواء المخلوق للخالق ومعنى ذلك كون المخلوق اللي هو الحيز أكبر من الخالق ومعنى ذلك الحدود في الله سبحانه وتعالى أن يكون محدودا لأن هناك شيء أكبر منه وكل هذه لوازم الممكنات والله سبحانه وتعالى هو خالق الممكنات وليس هو ممكن بل هو واجب الوجود ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا كان في شيء لذلك ذكرنا أن ما يعتقده بعض العامة وذكره ابن تيمية في كتابه وصحح هذا الحديث الموضوع أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان في عماء فوقه هواء تحته هواء معنى ذلك أن الهواء احتوى الله سبحانه وتعالى والهواء أكبر من الله سبحانه وتعالى ويكون وجود الله محدودا وكل هذه توالي فاسدة ولوازم باطلة إذن ما يتوهموه من نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا بالمعنى الحقيقي للنزول هذا توهم باطل ومعنى ذلك أن السماء الدنيا هي أكبر من الله سبحانه وتعالى ثم يقعون في تناقض كما ذكرنا في موضى أن الله إذا نزل فمعنى ذلك أن العرش يخلو منه فقالوا هو ينزل ولكن في الوقت نفسه هو موجود على العرش وهذا من التناقض البين نظير كلام النصارى حيث يقولون أن الله واحد ولكن في الوقت نفسه هو ثلاثة وهذا ما يثبته يثبت بطلانه فديهة العقل إذا نزل معنى ذلك أنه غير موجود في العرش وإذا هو موجود في العرش فمعنى ذلك أنه لم ينزل فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا كان على شيء خلافا لما يزعمه بعض العام من أنه كان على الهواء ولا ابتدع لمكانه مكانا كما يزعمه المجسمة بأن الله سبحانه وتعالى خلق العرش ليجلس عليه والآية الشريفة الرحمن على العرش استوى يفسرونها بتفسير مغلوط بالمعنى الحقيقي مع أن الآية من الآيات المتشابهة وليس الاستواء بمعنى الجلوس على الشيء وإنما بمعنى السيطرة على العرش الله سبحانه وتعالى مسيطر على الملك وسيأتي باب يعقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي في معنى الاستواء وأن معنى الرحمن على العرش استوى ما هو وهناك سنذكر أن أحد المعاني أن إحدى المعاني هو سلطته على العرش بمعنى أن كل شيء في الوجود تحت قبضة الله سبحانه وتعالى بمعنى تحت قدرته ولذلك لم يخلق العرش ليجلس عليه كما يزعمون وإنما خلق العرش لأن الله سبحانه وتعالى خلق الموجودات وجعل مراتب ومراحل مع أنه كان يتمكن من خلق السماوات والأرض في لحظة واحدة خلقها في ستة أيام ستة مراحل ومع أنه كان يتمكن من أن يدبر الأمر بدون أن يخلق ملائكة يأمرها بالتدبير فتدبر بأمره سبحانه وتعالى كان يتمكن من أن يقبض الأرواح مباشرة الله يتوفى الأنفس حين موتها ولكن مع ذلك خلق ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولكن عن أمر الله سبحانه وتعالى فلذا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى تارة الإماتة لأنه الآمر الذي أعطى القدرة لملك الموت وتارة أخرى تنسب إلى ملك الموت باعتبار أنه هو المنفذ لأمر الله سبحانه وتعالى فسلسلة المراتب والمراحل وحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت لأن يخلق موجودا عظيما يحيط بالكون أجمع وهو العرش هذا العرش المادي الذي يحيط بالكون لأن العرش معاني مختلفة ستأتي من معاني العرش العلم من معاني العرش السلطة من معاني العرش الجسم المادي الذي يحيط بالكون أجمع الله خلق هذا العرش وجعله مصدر لإصدار قراراته لا أنه بالمعنى الحقيقي جالس على العرش كما أني الآن جالس على هذا الكرسي لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا ابتدع لمكانه مكانا يعني لم يخلق شيئا ليكون مكانا له كلا ولا قوي بعد أن كون الأشياء يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء ليستعين بها كالوالد مثلا الذي ينجب أولاد ليستعين بهم في وقت عجزه أو قبل وقت عجزه كلا الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وإنما خلق الأشياء خلق الموجودات للرحمة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلق الإنسان ليرحمه وخلق الكون لأجل الإنسان بتفصيل فإذن ولا قوي بعد ما كون الأشياء بعد ما خلق الأشياء هذا لم يزده قوة لأن قوة الله غير محدودة بحدود كل هذه الموجودات المخلوقات ما أضافت شيئا لله سبحانه وتعالى وعندما يهلكها الله سبحانه وتعالى لا ينقص من قدرته ومن ملكه شيء ولذا الإمام يقول ولا كان ضعيفا قبل أن يكون شيئا مو أنه كان ضعيف لضعفه خلق الأشياء حتى يستعين بها هذه صفة الممكنات صفة الإنسان العاجز الذي يحتاج إلى من يعينه وليس صفة لله سبحانه وتعالى لأن قدرة الله غير محدودة فلذلك كل هذه الموجودات كلا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وذكرنا فيما مضى هذا الحديث بعض الأحيان الأمور المعقولة يتم تشبيهها بالأمور المحسوسة حتى الإنسان يدرك جانبا من الحقيقة أنت انظر إلى هذا الكون أجمع هذا الكون أجمع الذي الكرة الأرضية كذرة في هذا الكون والعلم الحديث عاجز عن اكتشاف عظمة هذا الكون الكرة الأرضية كرة صغيرة في المنظومة الشمسية بعض الكرات في المنظومة الشمسية عشرات المرات هي أضعاف الكرة الأرضية تدور حول الشمس والشمس هي نجمة صغيرة في نجوم هذه المجرة المعروفة بمجرة درب التبانة وهناك نجوم آلاف المرات أكبر من الشمس أو ملايين المرات أكبر من الشمس وكل هذه النجوم تشكل بمليارات من النجوم مجرة درب التبانة ومجرة درب التبانة هي إحدى مليارات المجرات وشنو ما بعد المجرات؟ العلم الحديث حائر اكتشف بعض الأمور لكنه لا زالت اكتشافات في بدايتها إذا أنت تفرض ذبابة أو بعوضة أو نملة هذه تدب أو تطير في الأرض نسبتها إلى هذا الكون ما هي؟ لا تقاس أصلا أصلا قياس النملة أو الذبانة أو البق بالنسبة إلى هذا الكون قياس باطل أصلا لسعة هذا الكون إذا كل هذا الكون نريد انقيسه بعظمة الله سبحانه وتعالى قياس باطل بل نسبة النملة أو البعوض أو البق إلى هذا الكون أكبر من نسبة الكون كله بالنسبة إلى الله لماذا؟ لأن الله غير محدود والكون محدود النملة محدودة الكون محدود يمكن أنت تجي تضرب بالعملية الحسابية تقول أن الكون أكبر من هذه النملة أو البقة أو الذبانة كذا مرة تخلي فد عدد وتخلي مليون صفر أمامه لكن هل يمكنك أن تفعل هذا بالنسبة إلى الكون إلى الله؟ كلا لأن الله غير محدود والكون على عظمته محدود فلا قياسه إذن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون لم يخلقه ليستعين به وإنما خلق الناس ليرحمهم ولا عندما يهلك هذا الكون كل شيء هالك إلا وجهه حينما يهلك هذا الكون بمن فيه لا تضعف قوته إطلاقا لذلك ولا كان ضعيفا قبل أن يكون شيئا ولا كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئا لأن الله واحد أحد فرد الإنسان لأنه تعترضه الحالات النفسانية تعتريه الكيفيات النفسانية في وحدته قد يستوحش الوحش هي الخوف حين الوحدة أو الخوف من الوحدة لأن اللغة العربية لغة دقيقة معنى الخوف له ألفاظ كثيرة الخشية والوجل والخوف وما إلى ذلك والحيبة والرهبة هذه كلها بمعنى الخوف لكن كل لفظ من هذه الألفاظ يدل على نوع من أنواع الخوف الوحش أيضا بمعنى الخوف ولكن الخوف حين الوحدة أو الخوف من الوحدة هل الله سبحانه وتعالى كان واحدا أحدا فردا خاف استوحش فخلق المخلوقات حتى يخرج عن الوحدة والوحش كلها الله سبحانه وتعالى منزه عن الصفات النفسانية الوحش دليل العجز والله سبحانه وتعالى منزه عن العجز لذا يقول ولا كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئا ثم بعد ذلك يقول ولا يشبه شيئا مذكورا الشيء المذكور يعني المخلوق لأن غير المخلوق غير مذكور وإنما الذي يذكر هو المخلوق هل أتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لأنه لم يكن مخلوقا فلم يكن مذكورا لكن حينما خلقه الله سبحانه وتعالى صار مذكورا هل الله سبحانه وتعالى يشبه مخلوق كلا ليش لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلذلك لا يشبه الأجسام الشباهة إنما تكون في الأجسام في صورتها أو في حقيقتها والله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلذلك ليس كمثله شيء لا صورة له حتى تشبهه صورة ولا جسم له حتى تشبهه الأجسام وصفاته الذاتية عين ذاته لذا صفاته الذاتية تختلف عن صفات الناس صفات الناس عارض عليهم لم تكن ثم كانت وصفات الله سبحانه وتعالى ذاتية عين ذاته فلذلك ولا يشبه شيئا مذكورا زيان هنا يأتي سؤال الله سبحانه وتعالى ملك مالك والملك من صفاته الذاتية وليست من صفات الفعل وسنأتي في المستقبل وسنذكر الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل الله سبحانه وتعالى ملك ومالك وهذه صفة ذاتية قبل أن يخلق شيئا لم يكن هناك شيء حتى يكون الله مالك فكيف تقولون بأنه مالك قبل أن يخلق الأشياء الجواب الجواب على ذلك أن الملك في الله سبحانه وتعالى بمعنى القدرة والسلطنة والله سبحانه وتعالى من الأزلي قادر من الأزلي له السلطة فلذلك الله سبحانه وتعالى من الأزلي هو مالك مع أنه لم يكن هناك شيء مملوك قبل أن يخلق كما أنه عالم قبل أن يكون هناك شيء معلوم فملكه سابق عن المملوكات وليس كالملك في الناس اللي الملك يكون متقارن وجودا مع المملوك ثم بعد ذلك ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه هنا بحث مفصل وهو أن الله سبحانه وتعالى قبل القيامة هل يعدم الأشياء نهائيا ثم يعيدها هذا ما تدل عليه كثير من الآيات والروايات كل شيء هالك إلا وجهه لمن الملك اليوم لله الواحد لله الواحد القهار البعض من الفلاسفة والمتكلمين قالوا باستحالة إعادة المعدوم ولذلك قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يميت الأشياء ولكن لا يعدمها هي موجودة لكن ميتة واستدلوا بأدلة كما في شرح التجريد ستة أدلة ذكروا لهذا الأمر وكلها أدلة ضعيفة مردودة بل إعادة إعادة المعدوم ممكن لأن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة بمعنى قابليتها للوجود وقابليتها للعدم الماهية إلا بشرط القسم وكذلك الماهية إلا بشرط المقسم هذه قابلة للوجود وقابلة للعدم فإذا أفاض الله سبحانه وتعالى عليها الوجود هذا الذي وجد ليس ما هي أخرى بل نفس الماهية المعبر عنها بالله بشرط المقسم على كل حال هذا تفصيل مذكور في موضعه ولكن الصحيح هو عدم الحاجة إلى تأويل هذه الآيات وإلى هذه الروايات ما يظن بأنه دليل عقلي وإنما تلك الأدلة هي أدلة ضعيفة فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وقبل يوم القيامة يفني الأشياء أجمع يعني لا يبقى شيء يرجع الآمر إلى ما قبل الخلقة لا يبقى شيء إطلاقا يكون الله سبحانه وتعالى كما كان هنا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعيد المخلوقات وخاصة الإنسان للحساب في يوم القيامة وهذا تفصيله سنذكره إن شاء الله في بحث المعاد ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا كان خلوا من الملك قبل إنشائه يعني قبل أن يخلق الأشياء لم يكن فاقدا للملك لا الله هو المالك وهذه صفة ذاتية ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه إذن خلاصة هذا المقطع كله هو أن الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان لماذا الله ليس في الزمان لأن الله ليس في مكان والزمان إنما هو وليد الحركة في الأشياء فإذا لم يكن شيء في المكان معنى ذلك أنه ليس في الأشياء المتحركة لأنه وجود في الأشياء المتحركة معنى ذلك تمكنه في المكان فإذا لم يكن في مكان فليس هو في زمان هذا مضافا إلى ما دلت عليه الأدلة الأخرى الروايات الماضية وسيأتي في هذا الحديث أيضا بأن الزمان مخلوق والله سبحانه وتعالى خالق هذا الزمان فلا يعقل أن يكون في الزمان ومضافا إلى أنه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الزمان كان ولم يكن زمان فإذا خلق الزمان ودخل في الزمان معنى ذلك أنه يحتاج إلى هذا الزمان لأنه إذا لم كان يحتاج إلى هذا الزمان لماذا يدخل إليه والاحتياج ليس من صفة الله سبحانه وتعالى الله منزه عن الاحتياج فإذن الله لا يحتاج إلى الزمان بل لا يمكن أن يكون في الزمان لأنه خالق الزمان الزمان مخلوق ولا يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق فإذن ثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان هذا هو المقطع الأول في هذا الحديث ثم بعد ذلك نأتي للمقطع الثاني في هذا الحديث وهو نفي تغير ذاته وبإثبات عدم تغير ذاته يثبت الإمام عليه الصلاة والسلام أنه سبحانه وتعالى ليس داخلا في الزمان هذا سنتركه إلى حلقة قادمة نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة